أصيب مدنيا بجروح خطيرة جراء تعرضه لانفجار لغم أرضي من مخالفات ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة الجوف وذكرت مصادر محلية بأن لغما أرضيا من مخالفات الميليشيات انفجر بالمواطن علي فرج النوفي أثناء مروره في الطريق العام بمنطقة الحذا جنوب غرب مديرية مصلوب مشيرا إلى أن المواطن النوفي تعرض لإصابة بليغة جراء الانفجار الذي تسبب ببتر بعض أطرافه وزرعت ميليشيا الحوث الإرهابية مئات العلاف من الألغام الأرضية والعبوات ناسفة في الأحياء السكنية والطلقات العامة في مختلف المناطق والمدن اليمنية تسببت بسقوط ألاف الضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال